خلاص خلاص انا اطالب بيعطاعي الكرة الذهبية لبلغ هامب من الان ما مهم ريال مدريد شو لازم يحقيق القاب ما مهم ريال مدريد شو لازم يسوي وما مهم ريال مدريد عقبال ما يضبط للدرجة الثانية عقبال ما يطلع هو يتأهل لدور 16 ان شاء الله بصير يكشى معجزة وما بيتأهل لدور 16 بغض النظر عما سيحدث يجب ببلغ هامب لما قدم بداية المساملة الان ياخد ياخد الكرة الذهبية ياخد البلدور وياخد جائزة افضل العفي وربا يلغوه على العموم بس لا نعطيها لانه يستحق لانه يستحق نعطيها وبعدين نقول خلاص هاي الجايزي سكرناها افضل العفي وربا ريال مدريد بالعلام الكاملي ومتصدر ان المجموعة طبعا نهوت أهل من المباراة الماضي ولكن اليوم أثبات الصدارة قبل ما نبدأ بالحلقة سنحكي طبعا عماشتر ونيتد وعلى غلط السرايين سنحكي طبعا سنحكي طبعا كالعادي تابعون حسابات السوشال ميديا روابط تحت في رابط قناة احتياطية مشوارية شغلات قصيرة وجميل جدا بداية انقضوا ماشتر ونيتد لانه كل فترة يسيب هذا الفريق بلا لا يعلم به إلا الله شيء يطلع عندهم ماغواير وليوم اونانا وشيء لاعب معين واما مدرب معين او اسلوب او شيء او جمهور او كارثي او فضيحة سبع او ثماني لازم تأقضوا ماشتر ونيتد لانه اليوم اللي عمله اونانا هي بصمة عار في تاريخ حراسة مرمى ماشتر ونيتد قولا واحدا دي خيئة كنعمل هفوات بس هادا هفواته كتيري يا اخي هفواته كتيري وبتجي بوقت حساس جدا يعني بمتاس صراحة اليوم الهدف الاول تبعه مثل عاش الطابتين من الكرات سابتي اول واحد والحافظ حافظ يطلع تسعين للبعيدة الزتة ليا حدث اخر واحد هو هون قرر ه where gonna want to go احتار لك احد من اسمين من اسواء الحراس بمتاسر انقضوا ماشتر ونيتد من تيناك انقضوا ماشتر ونيتد من الاسرة الحاكمة ماشتر ونيتد ما بعرف مين هي لانه صعب جدا انا رفايت جاء ارى ما استمتع مبارا حلوية قارناتشو سجل جول عالمي فرناديز برونو سجل جميل جدا طيب اخشي بعرا على العموم موضوع صعب جدا لماذا؟ لانه لازم يفوز على باير المونيخ وهذا شي صعب على رغم التعادل باير المونيخ اليوم مع ايندهوفن و ايندهوفن و غالطة يتعادله موضوع معقد قليلا لا قليلا ريال مدريد اولا نوقف تحيي يطلب من كلمة تريدية انا نوقف جد انا ما في نوقف لانه بصير اطول من الكاميرا بس انت واقف تحيي لكارلو انشلوتي لماذا؟ لانه في اخر مبارتين او 3 مباريات ا 4 مباريات الفريق ممتاز جدا على الرغم لازم ننصف كارلو انشلوتي من كثرة الاصابات من كثرة الغيابات من كل شي عم يحيط بالفريق الا انه كارلو انشلوتي ثابت ثابت في مستوى طبعا هنحكي موضوع تجديد عقده في النهاية الفريق ثابت المستوى بيقدمك كورت قدم جميلة وبمتصرح انا كم شجع مدريدة ومستمتع بها اليوم الشوت الثاني ممكن يقول للبعض طيب الشوت الثاني شو اللي يعمل اخي عم نحكي اصابات عم نحكي غيابات عم نحكي ضغط مباريات عم نحكي على اللاعب عم تشعب انزعاجات اليوم براهيم دياس طلع مصاب رودريغو طلع مصاب وغيره وغيراته حكينا نحن عن بيلغ هام وقلنا لازم ياخد كورة الذهبية لانه القول الاول قول جبار يا اخوان الفنش تبعه وفنش التحرك بتاعه وشي لك انه العرضية دافي ضغط ممتازة جميلة جدا ولكن من الفنش ومنحكي بالاضافة حرام اليوم ما يطلع باقل شيء اقل شيء لو في مهاجم اي مهاجم تاني في العالم مهما كان اسمه بس نأخو سيله اليوم كان ممكن بيلغ هام يطلع له بثلاثة اسيست مع القول اللي يحطوا بثلاثة اسيستها ولو متوفر شوي في قولين منهم هو كان خطمون لكن لو لا خو سيله خو سيله الله هديه وسطحه اليوم كان سيء جدا يعني بالغريب طلعت انه خو سيله شو اللي فيك شو اللي فيك شو اللي عم يسير معك كرات امام المرمى بتضيع هيك ما حقول بمين بيذكرني انه حاجة عمني عميز عمني جمهورية مديد بذكرني بنزيمة ايام زمان بصراحة كان يضيع هيك بنزيمة بصراحة تزعله بس بصراحة بذكرنا اليوم بنزيمة بما لا شك يعني ما فيني يخفي لكم مشاعره ولكن الحمد لله رب العمين في نهاية مطاف الرجل سجل وطلع قالوا لجمهور اعتذرت وكان في لقطة جميلة جدا بيلكام عم يطالبوا انه اعتزم جماهيره وخلاص الروح القيادي عند هادي اللاعب هون هون منحكي بملف بيلكام لازم يأخذ الكرات ذهبية من خلاص نجي موضوع رودريغو هون هذا الموضوع اللي شوي عجبني وكنت خايف منه ما لا أخفيكم رودريغو تعرض لحملة عنصرية على حسابات السوشيال ميديا بعد حواره مع ميسي ماذا كانت ردة تفعل لم يكن متباكي كفينيسو الجونيور ردة تفعل له لا نبرد بالملعب تعالوا كل يوم قول احلم من الثاني كل لقطة احلم من الثاني والرجل ما هام يلا نجمي مبارا من هون قولين من هون عم نحكي نحن في اخر 4 مباريات 6 اهداف و 4 سست يعني عندك 10 مساهمات في اخر 4 مباريات رقم ما نسهل ما تستهينه بالرقم مهم مين ما كانوا الخصم ما نستهين فيه ابدا بنحكي عن بصراحة افضل مدافع في العالم في الوقت الحالي صراحة رودريغو واحد من الافضل انا بتصوره بحطه الافضل الرجل عشرة على عشرة باللداء عشرة على عشرة بالخروج بالكرة عشرة على عشرة بالسهامات الهجومية عشرة على عشرة بالقيادية عشرة على عشرة بالوعي الدفاعي وهذا الشي اللي ما اعتدناه لا من ميليتاو سابق قنوة المدافيدالابا بمنتاز صراحة نحكي كبان اليوم عجبنا ميندي اليوم ميندي تقريبا بالمساند الهجومية عجبنا بنحكي كارفخال طبعا من بداية الموسم تعفوا ان كل حلقة عرية مديد لازم حكي عن كارفخال ليش لازم حكي عن كارفخال لانه لعب متلق ما اقول متلق كارفخال الكامل الكامل وكأنه رجع ابن الخمسة عشر السنين اللي بيورقود نعم همال دفاعي مع هجومي الجهة المحميل برجع وبكرر موضوع كارفخال ما دعيت كلام بحلقات سابقة كارفخال معودنا انه هو بعد شهر 12 وشهر واحد ليكون بالفورما ويعطيك في دور ابطال وفي الدوري حتى بقبله بيكون في اصابات وان شاء الله يحمي من الاصابات قبله بيكون في اصابات وبكون في تذردب بالمستوى لا هذا المسان من اول جولي الى حد هذه اللحظة وان شاء الله يستمر دياز كالعادي دياز ينزل بيقول لك انا موجود اليوم بالصناعة بالهدف الاول وحتى في جميع مجرات المباراة كان اتوقع هو اكثر لاعب حصل على اخطاء ممكن بيلك هام لانه هو يطلع قبل بيلك هام طلع من الملعب بسبب الاصابي فممكن يكون هو اكثر لاعب او بيلك هام اكثر لاعب حصل على اخطاء وهذا موضوع انك تحصل على اخطاء كتير في بعض مدربين بيشتغلوا على هاي النقطة كتير مني بيلك هاد اللاعب اوكي هو مراوغ في عنده كم قصة هون بس بس عم يحصل لي على اخطاء الخطأ هذا ممكن يولد انزار اصفل للاعب معين فانه هم ممكن يشتغل هاي الثغرة كثير مدربين يشتغل هاي الثغرة نحن عن نيكو باز هذا اللاعب المناسبة ما انه وليد اليوم يعني اللي شافه اليوم انت مشكلتك هذا اللاعب معروف معروف لجميع اليونين ميسي حكوا ومدح فيه اثناء معسكر في متخبل الارجنتين لانه شاهدوا اليونين ميسي كاماو في المعسكر توني كروس مادح واثناء فيه في عدة مرات حتى كارلو انشلوتي قبل هاي الموراة ومن الموسم الماضي كان مادح وثاني على هاي اللاعب ولكن ما كان ياخد فرصة ولكن في ظل كل هاي اصابات كفامينغتش وميني عم سخة الوسط لوكا مودريش اليوم اخد فرصته واخد فرصته مبكرا انا عم تابه وبينو باقي ووقت اللي ينزل كان نتيجة دينات ما انا مهتم بالنتيجة لانه الريال ما كانت بتهمني النتيجة وهات الكلام كدح اقوله وحامدح على كارلو انشلوتي واثني على الجميع حتى ولو كان متعادل فريق بسناخ وسيلو طبعا اكيد ما هامدحوا واثني عليه عم راقة باللاعب هيك خجول بالملعب الضيك ثلاثة اربعة خمسة تمريرات هو كروس مع بعضهم يعني مثلا ياخدوا الطابير يعطيها لكروس تروح الطابي ترجع تلف ترجعت عنده طابيرت يعطيها لكروس لانه كروس دائما مفضي حاله كخير خجول جدا فاجأني تجرب داعه بالتزديد لعب موهوب اللي بيعرف اخباره اللي بيعرف اخباره اللي بيعرف ردود الافعال واتبالك اليونين ميسي بيحكي عنه ومودرش بيثني عليه مودرش من كروس عفوان بيثني عليه وانشلوتي بيحكي عنده فاعرف انه هاد اللعب عنده الكثير بصراحة كنت عم استنى ثيو زيدان بحكي اخر شي موضوع كارلو انشلوتي اللي هو موضوع تجديده والان الاخبار بتقول تجديد موضوع كارلو انشلوتي اقرب لاحيكون تشابية لونسون لاحيكون زيداني اللي بلشا كلامة عنه اليوم باخر الساعات ماحيكون ولا اي مدرب تاني غير الا كارلو انشلوتي اللي ماذا كارلو انشلوتي انشلوتي هو المناسب للادارة داني كارلو انشلوتي تجديده كارلو انشلوتي مؤمن استقرار الادارة مؤمن التفاهم بين لاعبين في غرفة الملابس وهذا الشي مهم جدا عند ريال مدريد وفي نتائج متصدر دور ابطال اوبا متصدر الدورة والزلم المسر الماضي جايب لك كأس الملك ونصف نهاية دور ابطال اوربا كأس العالماندي كأس سوبر لوربي واللي قابله ايضا دوري ابطال اوربا والدوري فانا ليش اطلعوا باي ذنب عم حكي في لسان الادارة باي ذنب انا بقيل كارلو انشلوتي الزلم ماشا وامور بخير فليش انا ما ما اخلى الاستقرار الادارة بالفر يوجدد لك كارلو انشلوتي لانه لو طلعت بشكل او باخر بلغهم انفجر ومنفجر مع كارلو انشلوتي بلغهم الموسم الماضي كليات ومع بروسي دوربوت 14 قول لحد الموسم هذا 15 قول شوف 15 هدف ونحن ساعتنا بداية شهر 11 ساعة في 12 هاي بالحلولة فنسو الجنور تقلق واتطور معه رودريكو كذلك الامر داني كارفخال فالفيردي ايضا حتى عم يمسوا حراس المرمح سيتم مطورين معه كاي بولونين بقدموا مسؤولات ممتازة الفريج شغال بتقول لك الادارة ليش انا لقيله بينما كم مشجعين وانهم بحكي وجهة نظرك مشجع حلو اللي عملنا يا كارلو انشلوتي انا جدا محترم اللي قدمت ريال مدريد في السنوات في السنتين الاخيرات ومحترم ومقدر ولكن انا كمشجع ممكن نغير ممكن نجيب ودرب اكثر هجومة اكثر شبابة بتاع كرة جميلة جدا وتحديدا على مقصد شابيالونسو الذي يقدم واحدة من اجمل كرات او اجمل كرة حاليا في اوروبا بمتازة صراحة فريق لا يوجد به ثغرات متصدر للدولار الالماني ثاني تجربة الالو ليش ما يجي يدربنا هذا السر هو يدرب البرازيل لانا جدا متشوق جدا لارى كارلو انشلوتي بالبرازيل وشوفو عم يخد كأس العالم ليختم ملف تدريب كرة القدم فرصة البرازيل لا تأتي كل مرة فالتجديد بالنسبة للإدارة الشي وبالنسبة للعنة الشيطاني الى هنا تنتهي الحلقة بجابة لك بس تعملين اللايك اشتراك في الثلاث الجرس رابط قناة الاختياطي اتمنى تكون حلقة عجبتك وتشاركه مع الاصدقاء سلام سلام